السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي أحلى مشاهدين ومتابعين زي ما احنا متعودين دايما خليني نبدأ كلامنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولو أول مرة تشوفوني أنا أسماء الطباخ ودي قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يبصلكه كل جديد طبعا الشعار الرسمي اللي معينا للصيف يقول لاش لازم نعمله بطرق مختلفة وتعال نشوفه طريقته ومقاديرنا عاملة ازاي أنا معايا هنا كان صدري فرخة مسلوق تماما فيش أي مشكلة عندي بصلاية عندي فلفل ألوان عندي جبنة متزرلة جبنة رومي وعندي زيتون أخضر بمنطقة البساطة هجيب كل ده هقلبه على بعضه الرومي يعني المتزرلة البصل الفلفل الألوان هحط عليهم الفراخ طبعا الزيتون كمان هقلب كل ده على بعضه هعمله ميكس كده عايز أقول لكم طعمه حلو جدا جدا الفراخ مع الرجوع ابنة الرومي مع المتزرلة لوحدها كفيلة النات الديني طعم حلو قوي طبعا لو انتو عندكو بصل أخضر أو متوفر عندكو تقدروا تستخدموا البصل الأخضر هيكون كمان أحلى من البصل اللي هو النشف هجيبي الصينية عندي بتاعة الفرن كده زي ما انتو شايفين وهبدأ أدهنها بطبقة من الزبدة أنا مسيحة زبدة مع لقتين كبار من الزبدة مسيحيهم هبدأ أدهن كده طبقة بسيطة جدا وهجيب عندي الجلاش وهنبدأ نفرد كده الطبقات طبقة طبقة ما بين كل طبقتين والتانية هبدأ أنزل عندي برش بدهنة من الزبدة طبعا الجلاش ده من الحاجات يعني اللي يعتبر الأكلات الصيفية أكلة سهلة بتتعمل بسرعة جدا سريعة كمان مش من الحاجات الخفيفة اللي بتتحب تتعمل في الصيف مش هياخد كمان مننا وقت ولا مجهود هفرش أرضية كده في حدود مثلا الست سبع وراءات أو الست تمن وراءات لأننا بحط اتنين اتنين من الجلاش وهبدأ أنزل بالخلطة عندي كلها زي ما انتو شايفين الخلطة حلوة جدا طبعا حطوا وضيفوا الجبن اللي انتو عايزينها والإضافات اللي انتو عايزينها ولكن قوة تحطوا ملح أو فلفل اسود أو الحاجات دي ممنوع حق تحطي أي بهارات لأن طبعا أنا عندي الزيتون وعندي الجبنة الرومي عندي الفراخة أصلا مستوية ومتبلة فبلاش تحطي أي ملح لأن ده هيحدى معاكي الخلطة زي ما انتو شايفين كده هنبدأ نحط الجلاش هنحط طبقات طبقات وما بين كل طبقة والتانية هنبدأ ندهن دهن من الزبدة ولو متقطع مني حيثة ما فيش أي مشكلة هنقدر نستخدمه أهم حاجة آخر ورقة هنحافظ عليها أنها تكون سليمة هاخد عندي باقي معلقتين الزبدة وهدهنه وهكمل رشهم عندي على الوش زي ما انتو شايفين كده أسهل من كده ما فيش الصيف ما بيحبش الوقفة في المطبخ الكتير فطبعا يعني أسهل ولا أطعم من كده هتلاقي حاجة كمان تنفع معانا غدا عشا فطار حاجة بصراحة سهلة ولذيذة جدا من الحاجات اللي ما بحبش أقطعها عندي في خلال الصيف الجلاش الصراحة بيتعمل بأنواعه حلو بيشغل حادق شغل هبدأ أقطعه كده بالحجم اللي انت عايزاه أو بالشكل اللي تحبيه مسلسات مربعات زي ما انت حب أنا أقطعت مربعات ودخلت عندي الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة هيقعد في الأول عندي أول حاجة بس تلت ساعة هكون عملتله بضاية وهاخد عليها مص كوباية من اللبن الحليب مع رشة من الفلفل الأسود وهقلبهم كويس جدا مع بعض وهنا هسوي الجلاش عندي لمدة بالزبط تلت ساعة وهكمل تسويته بعد الخلطة دي وعايز أقول لكم أن البيضة مع شوية اللبن دولت بيده طعم حلو جدا بيخلوا الجلاش ده مورق بطريقة لا تتخياليها عامل زي الفطير بالزبط وفي نفس الوقت بيخليه طري أتمنى أنتوا تعملوا الإضافة دي بجد يعني حلو جدا بعد كده هبدأ أرش عندي رشة من السمسم الأبيض يفضل أنه يكون سمسم أبيض بلاش المحمص لأنه لسه هياخد لون أثناء التحمير وبعد كده رشة بسيطة عندي من حبة البركة بحب أحط له جدا حبة البركة بتدي طعم حلو هاخده ودخله الفرن 10 دقايق كمان وبعد كده هيطلع معايا بالشكل المميز الجميل ده ما خدش مني وقت خالص هي نص ساعة تجهيز الحاجة خد مني في حدود الربع ساعة يعني ساعة لربع عملت غدا سهل وسريع هتحطيهم مع شوية كاتشاب وتقدميهم لولادك ولكل حبيبك بجد مني الحاجات الحلوة جدا عايزة أوريكو كمان قد إيه هو مورق وفي نفس الوقت ما ستخدمش مني كمية إدام كتير طبعا هو سخن مولى على إيدي أنا لسه مطلعة من الفرن بصوا شكله عامل إزاي واللي خلاه ورق عمل يعني ارتفع ودور طبقات ورقات كده البيضة مع الحليب اللبن الحليب زي ما انتو شايفين بصوا شكله عامل إزاي بجد طعمه حلو قوي قوي طعمه لذيذ جدا من الحاجات اللي هتحبوها جدا طريقته سريعة أتمنى إنه هو يكون نال إعجابكم ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته